تحضيرا لانطلاق فعاليات معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي في الأول من شهر أيلول المقبل عقد مؤتمر صحفي لمجموعة من المفكرين العربي والأتراك بمدينة اسطنبول وذلك للتعريف بالمعرض وتسليط الضوء على أجنداته وفعالياته المتنوعة هذا نظمت لأجل التعريف عن الحدث لمؤتمر للمعرض الكتاب العربي الذي سيقام في واحد تسعة في منطقة ينيقبو وسيكون تسعة أيام ويعتبر أكبر معرض كتاب العربي خارج البلدان العربية وكان الحدث بتعريف المعرض الكتاب العربي وذكر المؤتمرون أن معرض اسطنبول للكتاب العربي الذي سيستمر لتسعة أيام بدءا من الأول من شهر أيلول المقبل سيضم نحو سبعين فعالية ضمن قاعات مخصصة لها عبر إقامة ندوات ومحاضرات وأمسيات أدبية إضافة لحفلات توقيع الكتب فضلا عن احتواء المعرض على ركن مخصص للأطفال تقريبا سبعين فعالية لدينا بين محاضرات ندوات وورش عمل وأمسيات أدبية شعرية غنائية وأيضا أمسيات تتعلق بالكتاب وما يميز المعرض المرتقب عن سابقيه اكتسابه صفة رسمية والاستقلالية عن معرض الكتاب التركي ليكون معرضا خالصا للكتاب العربي الأمر الذي اعتبره المنظمون توجها تركيا لتكثيف الجهود المؤدية إلى إشباع الحالة الثقافية في اسطنبول بالآداب العربية في هذا العام يوجد شيء مختلف بالنسبة للمعرض أولا نحن انفصلنا عن المعرض التركي يعني لم يعد المعرض العربي هو جزء من معرض الكتاب التركي يعني أصبح لنا معرض عربي دولي مستقل كما يرى المؤتمرون أن توسيع دائرة الأنشطة في المعرض هذا العام وإعطائه بعدا رسميا مستقلا سيساهم في تقديم اسطنبول كمركز إشعاعي للثقافة واللغة العربية ورط هذه المدينة بتراثها المزخرف بالحروف العربية لسان التركي الذي يحتوي 6500 كلمة من لغة العربية لا نستطيع أن نتكلم إلا عن تعريب التركي عن تعريب التركي الذي حصل في السابق وما زال يحصل الآن تركيا تخدم اللغة العربية وتبقى التجهيزات والتحضيرات للمعرض جارية من قبل الكوادر العربية والتركية لعرض أضخم مكتبة خطة كتبها بالرسم العربي